مشاركة فاعلة ترسم ملامح خيارات تونس التربوية المستقبلية بما يضمن رفع أداء المنظومة التربوية الوطنية دعا إليها وزير التربية محمد علي بغدير الخميس المربين في يوم المعلم العالمي رسالة الوزير بالمناسبة شددت على ثقاته في قدرة المتعاملين في قطاع التربية على تحديد هذه الخيارات الوطنية من خلال مشاركتهم في الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم وتثمار تجاربهم في الصدد لتقديم مقترحات تؤسس للإصلاح المنشود وزير التربية وقد أكد تقتيره جهود المعلمين والإطارات التربوية وتضحيتهم المختلفة القيمة للنهوض بجودة التعليم التونسية شدد كذلك على ضرورة تطوير مهارات المدرسين وتسليحهم بأدوات المهنة وآلياتها المتطورة البدغجية والمعرفية مواكبة لتطورات الاختصاص المتسارعة وحتى تكون كفاياتهم ويكون أداؤهم ذو جودة عالية إحياء يوم المعلم العالمي أممياً منحت الأولوية فيها لتراجع عدد المعلمين عبر العالم بشكل غير مسبوق وضرورة وقف نقصهم وهو أوكد ما تركز عليه جهود منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم لإحياء يوم المعلم هذا العام كما جاء في بيان المنظمة الأممية اليوم بالمناسبة اليونسكو ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف وضحت أن المدارس عبر العالم في حاجة ماسة إلى 69 مليون معلم بحلول 30 وألفين وواقع الحال يؤكد أن نقص عددهم يتزايد بالطراد لفتة إلى ضرورة تقدير عمل المعلم ومهنته وتحصين جذبية مهنة التدريس من خلال إجراءات سمتها جريئة وتعزيز قيمتها المجتمعية مع الوقوف عند التحديات التي تواجه المدرسين واستعراض الممارسات الملهمة وتسويقها عبر العالم